طيب احنا مش هنبيع البلد احنا هنبيع الاصول اللي الناس مش بتحبها فاحنا الحياة النهاردة قررنا نطرح الموضوع لحضراتكو قلول يا جماعة ايه الاصول اللي بتحبوها وايه الاصول اللي مش بتحبوها عشان بس نحاول حتى ندي كده يعني برشامة للنظام انو جماعة دي الاصول اللي مش بنحبها يلا توكلوا على الله بيعوها والله دي اصول بنحبها فهلية ما تقربوش منها فتعالوا نسمع كده صاحب هذه المدرسة وهذا المنطق الغريب وهو بيتكلم على فكرة بيع اصول الدولة بيروج لهذا الامر على الهواء مباشرة في قناة سعودية على لسان اعلامي مصري نتابع الصعوبة في الامر ايه انت عايز تبيع ايه طيب انت محتاج اكس رقم اكس يعني مبلغ معين النبلغ ده انت تجيبه من اي حاجة يعني اصد هو مش موصف له انه لازم تجيبه من القطاع ده او من الحاجة دي فيبقى يعني الحكمة بتقول اننا ما اعربش الحاجة مهمة اوي وما اعربش الحاجة الناس بتحبها يعني الناس شايف ان دي ملكية للشعب رغم ان ده المفروض عصر قلته انما الافضل دايما لما تبقى حتى الانسان العادي بتيجي تبيع الحاجة اللي انت شايف يعني انت عايز تجيب مبلغ فمثلا انت مبيعش العربية بناخدها ودينا وبيتجيبنا وكده نبيع مثلا كان هدية جايبها للمقلع عرب لهم يجيبوا نفس السعر خلاص يعني بيع الحاجة اللي انت مات مات عبلاكش ده بشكل مبسط مثلا يعني خلينا اقول مثل وخلينا احاول بس لانه الحاجة ديت هتهمينا اليام الجاية كلنا انت فقطاع الاتصالات عمالة استثمارات قوية وانت لو جيت فقطاع الاتصالات ده باعت الف من يشتري ومش حاجة الناس هتبقى منها يعني مش اقولك انت زاي باعت شركة الموبايل عندنا شركة مكسرة الدنيا وبتجيب فلوس كتير بس انت لو باعتها هتجيب الفلوس اللي انت عايزها وما عندكش مشكلة بس كتير بالدخين فالقصوده في حاجات الناس في الغالب تكون بردا وسلاما عليها ومفهمين ان ده بيت عامل علشان الفلوس تيجي فلو احنا طلع اللي حاجات اللي في المواني فالصياء والمتاع والعلف والبضايع وحاجات المصانع كلها تدخل فالعصار تبتدي تنزل فالتدخم يقل فأنت عملت لي حاجة وما بقول لك أنك ببيع البلد لأنه كلمة أنت ببيع البلد دي أنا عارف دلوقتي وأنتم بتسمعه كل واحد يقول لك إيه وهو بيمهي بيه وما ببيع البلد لا درب كلمك على شركة أو اثنين باي لو أنت لو أنت حبيع أصول لأنه هو مكتوب كده فيه مش شرط ده هو بيقولك أنه ده اللي حيحصل في الغالب يا جماعة الصندوق ما بيطلب ما بيحطرك شروط يبقى الأستاذ عمر هنا مش بيبشر ببيع البلد ولا أي حاجة دول شركة أو اثنين بس في نفس الوقت بيقول للدولة ما ببيعوش أصول الناس بتحبها مش عارف هما شركة أو اثنين إزاي ما هم لو شركة أو اثنين يا عمر فالناس مش هتشغل بالها بحاجة لكن أنت طالع في الأول بيتماهد بتقول يا جماعة ما ببيعوش أصول الناس بتحبها وبعدين بيقولك إيه بقولك أصل الناس عندها فكرة أن دي حاجة ملكية للشعب مع أن ده عصر وانتهى معرفش انتهى عند مين يعني يمكن عشان هو أشغال عند السعوديين مثلا فخلاص كل حاجة بالفلوس وإحنا بنشتري أي حاجة تيرانو صنافير ماشي أرض ماشي بني قدمين ماشي بينجيب إعلامي ونديله على قفا ونديله فلوس ماشي يمكن يمكن الثقافة عندوك أو النظام عندوك في المؤسسات السعودية بالشكل ده أنا ما عرفش يعني يمكن عمر شغال في مصر وليه طبع على تركي قال شيخ فيمكن دي طريقة الشغل إنه هو فيه الكفيل والكفيل ده بيشتغل بطريقة معاناة فيشتريك بفلوس يمكن ما عرفش أنا ما بقولش ان دي السياسة العامة في السعودية سعودية فيها ناس كويسين جدا ويعني آلاف البشر بيعملوا هناك وفي حاجات كويسة وحاجات وحشة زي أي بلد لكن أنا بتكلم على الفكرة نفسها اللي هو بيقولك دي ملكية الشعب أصدى عصر مضى أو عصر فات مين اللي قالك انه عصر فات يا عمي؟ الناس لسه لها كرامة ولسه لها حاجات يعني بتحبها في البلد